اشتركوا في القناة والسكري والقلب والصلع وتسقط الشعر والإجزيمة وتسوس الأسنان وانفصام الشخصية ولين العظام نقص فيتامين دال وخطر السمنة 35% من الرجال والسيدات والأطفال البدناء مصابون بنقص فيتامين دال مقارنة بالأشخاص لأصحاب الوزن الطبيعي تعالوا نتكلم عن فوائد فيتامين دال ومصادره الطبيعية وأعراض نقصانه أكدت الأبحاث أن السمنة تحد من قدرة الجسم على امتصاص فيتامين دال من دو الشمس والمصادر الغذائية حيث تبقى الخلايا الدهنية على الفيتامينات ولا تطلقها بكفاءة نقص فيتامين دال والسكري يعاني مريض السكر من نقص مستويات فيتامين دال مقارنة بهلاء الذين لديهم معدل سكر دم طبيعي وأكدت الدراسات أن السمنة ونقص فيتامين دال يتفعلا مع المسببين زيادة خطر الإصابة بالسكر وأي اضطرابات أيضية أخرى نقص فيتامين دال وأمراض القلب ومن المعروف أن أمراض القلب ونقص فيتامين دال متلازمان وأكدت الدراسات أن الأشخاص زوي مستويات فيتامين دال منقفضة كانوا عرضة للوفاة من النوبة القلبية أكثر ثلاث مرات مقارنة بالأسوياء ومع ذلك يقول الخبراء أنه لا يوجد دليل على علاقة مباشرة بين انقفاض مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والشرين ومستويات فيتامين دال ولذلك لا يمكن القول بأن تناول المكملات الغذائية سيعزز من صحتك القلبية النقص فيتامين دال ومرض الزئبة والزئبة مرض التهابي مزمن يقوم فيه جهاز المناعة بمواجهة أعضاءه وأنسجته وعادة ما يرتبط بنقص فيتامين دال جزئيا لأنه عادة ما ينصح مريض الزئبة بتجنب التعرض للشمس والتي تعتبر 90% من مصدر فيتامين دال وتؤكد الأبحاث أن علاج نقص فيتامين دال سوف يقلل من حدة الزئبة لدى المرضى المصابين بها النقص فيتامين دال والولادة المبكرة وفي الدراسة شملت ما يزيد عن ألفين حامل توصل البحثون إلى أن فيتامين دال ربما يكون له تأثير وقائي في تقليل العدوى البكتيرية في المشيمة التي تسبب الولادة المبكرة النقص فيتامين دال والتصلب المتعدد وهو أحد أمراض المناعة الزئتية التي تؤثر عادة على الجهاز العصب المركزي وتوصل إلى أن المستويات المرتفعة من فيتامين دال ارتبطت بزيادة بطيئة في تقدم المرض نقص فيتامين دال ومتلازمة ما قبل الحيد توصلت دراسة حديثة لأن السيدات التي يتراوح عمرهن بين 27 و44 يتناولن جرعات مرتفعة من فيتامين دال أقل عرضة للمرور بأعراض ما قبل الدورة الشهرية وأيضا تناول الكالسيوم بكميات مرتفعة ارتبطت أيضا بقلة خطر الإصابة بأعراض ما قبل الدورة الشهرية نقص فيتامين دال ومرض التهاب الأمعاء لأن نقص المعادن والفيتامينات على الأخص فيتامين دال بين الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي التي تؤثر على قدرة أجسامهم على امتصاص العناصر الغذائية نقص فيتامين دال والصلع وتساقط الشعر لأن السيدات اللي بيعانوا من مشاكل تساقط الشعر بشكل ملحوظ لديهم مستويات منقفضة من فيتامين دال ويعتبر هذا الفيتامين مهم جدا لدورة الشعر فهو يساعد على دفع الشعر من مرحلة التوقف إلى مرحلة النمو نقص فيتامين دال ومقاومة الأنسولين التي تؤدي إلى تراكم الجلوكوز في الدم ومرض السكري من النوع الثاني ومقدمات مرض السكري وترتبط بنقص فيتامين دال لفترة زمنية نقص فيتامين دال والإجزيمة توصلت الأبحاث لأن الأطفال المصابين بالتهاب في الجلد يعانون من أعراض أكثر شدة إذا كانت مستويات فيتامين دال منخفضة وتسوي الحالة في فصل الشتاء حيث يكون الجو جافا وتقل أشعة الشمس التي تعتبر مصدر رئيسيا لفتامين دال نقص فيتامين دال وتسوس الأسنان عند الردع والأطفال يعتبر فيتامين دال مهم جدا لصحة أسناننا وتكوينها في المقام الأول وهو سبب آخر لتناول الفيتامينات الضرورية في مرحلة ما قبل الولادة وأثبتت الدرسات أن الأطفال الذين يعانون من تسوس في الأسنان كانت أمهاتهم تعاني من نقص فيتامين دال خلال الحمل نقص فيتامين دال وعلاقته بالزهايمر والخرف ربطت الدرسات بين انقفاض فيتامين دال وتشوهات في بنية الدماغ والتدهور المعروف والخرف وجاري حاليا الأبحاث لتحديد إذا كانت المكملات الغذائية توفر أملا في تجنب هذه الأمراض وعلاقها نقص فيتامين دال وعدوى المسالك البولية يساعد فيتامين دال على تجنب العدوى عن طريق مساعدة أجسامنا على إنتاج مضادات حيوية طبعية ونقص فيتامين دال عامل خطر للإصابة بعدوى المسالك البولية عند الأطفال وخصوصا الفتيات وترتبط مستويات فيتامين دال المنقفضة عند البالغين أيضا بعدوى المسالك البولية ونظر الأهمية فيتامين دال لقوة العضلات يمكن أن يساهم نقصه في ضعف قاع الحود وهو مجموعة عضلات تدعم المسانة والمستقيم ما يؤدي إلى سلس البول يعني عدم التحكم في نزول البول عند السيدات لذلك يعتبر فيتامين دال مهم جدا للسيدات اللي عندهم ضعف في السيطرة على المسانة نقص فيتامين دال والرابو حيث أكدت الدراسات العلمية أن المصابين بالرابو لديهم مستويات منخفضة من فيتامين دال أكثر عرضة بنسبة 25% للإصابة بنوبات حادة وإن بغي عليهم زيارة الطبيب نقص فيتامين دال وانفصام الشخصية يوجد رابط قوي بين نقص فيتامين دال وهذا الاضطراف في الشخصية وجدوا أن 65% من مرضى انفصام الشخصية يعانون من مستويات منخفضة من فيتامين دال وإن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين دال أكثر احتمالا للإصابة بنفصام الشخصية نقص فيتامين دال والاكتئاب الطالبات الجمعيات الذين يعانون من مستويات منخفضة من فيتامين دال أكثر عرضة للإصابة بأعراض الاكتئاب وبتساعد مكملات فيتامين دال في تحسين هذه الحالة نقص فيتامين دال وسرطان القولون والمستقيم يعرف البحثين العلاقة بين نقص فيتامين دال وخطر الإصابة بالسرطان من الأربعينيات وتوصلت الأبحاث التي أجريت على مليون شخص إلى أن جرعات فيتامين دال إذا إذا ترتبط بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم نقص فيتامين دال وسرطان السدي توصلت الأبحاث إلى وجود علاقة بين مستويات فيتامين دال المرتفعة وانخفاض الإصابة بسرطان السدي ووجدوا أن زيادة طفيفة في مستويات فيتامين دال أدت إلى انخفاض الخطر بنسبة 12% عند السيدات بعد سن اليأس نقص فيتامين دال وسرطان البنكرياس الأشخاص الذين لديهم مستويات مرتفعة من فيتامين دال أقل احتمالا للإصابة بسرطان البنكرياس بنسبة 35% ومعدل فيتامين دال يساعد على إفقاد فاعلية نوع معين من الخلايا التي تغذي وتزيد الورم في البنكرياس مما يجعل الأورام أكثر عرضة لعلاج الكيميائي نقص فيتامين دال وسرطان البرستاتا ترتبط مستويات فيتامين دال المنخفضة بأورام البرستاتا المتقدمة نقص فيتامين دال وشاشة العظام تعتمد أجسامنا على فيتامين دال في امتصاص الكالسيوم ونمو العظام التي تظل قوية على مدار حياتنا وفي الحقيقة تعاني نسبة تزيد عن 50% من السيدات الذين يخضعون لعلاج العظام من مستويات فيتامين دال المنخفضة لذلك يمتك تناول من 40 إلى 800 وحدة دولية من فيتامين دال يوميا للبالغين تحت سن الخمسين أو 800 إلى 1000 وحدة دولية يوميا للذين أعمرهم تزيد عن 50 عاما كمان هنتكلم عن نقص فيتامين دال والكساح عادة ما يتسبب نقص فيتامين دال في الكساح أولين العظام أو ضعفها عند الأطفال في المراحل العمرية ما بين 3 شهور و36 شهر أكثر عرضة لخطر الإصابة بالكساح حيث تنمو عظامهم بسرعة شديدة نقص فيتامين دال وفي دراسة استرالية وجدوا أن السيدات الذين يعانون من مستويات منخفضة من فيتامين دال خلال 18 أسبوع من الحمل أكثر عرضة لإنجاب أطفال مصابين بالضعف اللغوي أو التخاطب عند البلوغ 5 أو 10 سنوات فوائد فيتامين دال ومصادره الطبيعية وأعراض نقصانه فيتامين دال بيحمي الجسم من أنواع السرطان وخاصة سرطان السدي عند النساء فيتامين دال من أهم الفيتامينات اللي بتحتاج إليها الجسم نقص فيتامين دال بيسبب الكثير من الأمراض والمشكلات الصحية تعالوا مع بعض نتعرف على مصادر فيتامين دال الطبيعي وأين يوجد وعلاج نقصان فيتامين دال وأعراض نقصانه فوائد فيتامين دال يقوّل عظام ويساعد على تكوينها حيث أنه بيزيد من امتصاص الكالسيوم بالجسم الوقاية من أمراض هششة العظام وفيتامين دال بيحمي الجسم من أنواع السرطان وخاصة سرطان السادي عند النساء بيساعد على الحماية من سرطان البرستاتا وفيتامين دال بيعمل على الحماية من الإصابة بالأمراض العقلية وتصلب الشرايين وأمراض ضغط الدم والإصابة بالسكتات الدماغية وفيتامين دال كمان من الفيتامينات المهمة اللي بتساعد على الوقاية من السكري لأنه بيحفز عمل البنكرياس وبيعمل على زيادة الأنسولين وزيادة المناعة تعالوا نتكلم مع بعض عن مصادر فيتامين دال الطبيعية يوجد في أشعة الشمس وخاصة في فترة الصباح ولكن يجب عدم التعرض لها في فترة الظهيرة فيتامين دال يوجد بكمية كبيرة في التونة والسردين والسلمون ويتوافر فيتامين دال في البيض والزبادي وأنواع الأجبان المختلفة يوجد فيتامين دال في كبد الأبقار بشكل كبير أعراض نقصان فيتامين دال عدم نمو عزام الأطفال دليل على عدم وجود نسبة كافية من الكالسيوم نقص فيتامين دال للإصابة بالكساح والتشنجات العضلية لأن العزام وإنحناء الظهر هشاشة العزام من أهم أعراض نقص فيتامين دال وخاصة التي تصيب النساء مع التقدم في العمر وبعد سن اليأس وتصبح العزام أكثر عرضة للكسر يتسبب نقص فيتامين دال في الإصابة بالإكتئاب وهذا ما أثبتته الدراسات المختلفة قد يتسبب نقص فيتامين دال في الإصابة بتراكم الدهون بالجسم والسمنة كمان بيعرض الجسم إلى التعب والإرهاق الشديد نتيجة ضعف العضلات لنقص فيتامين دال أسباب نقص فيتامين دال عند النساء يتسبب في الإصابة للسيدات بزيادة الوزن وتراكم الدهون وكمان التعب الشديد والشعور بالإرهاق والأرق الإصابة بتقلبات المزاج وفقد الطاقة بالجسم وكمان بيتسبب في رفع ضغط الدم أيضا تستخدم حبوب فيتامين دال في حالة نقص الفيتامين وخاصة عندما تصل إلى مرحلة متقدمة جدا من نقص الفيتامين في الدم ويجب أن يكون تحت إشراف الطبيب ويتم تناول حبوب فيتامين دال في حالات كثيرة زي الإصابة بمرض لين العزام والسحل العظمي والكلوي والإصابة بالفشل الكلوي والإصابة بالكساح ونقص الفوسفات بالدم كبار السنة الذين لديهم مشكلات بالعزام انخفاض نسبة الإصابة بتمايل الجسم والسقوط والإصابة بهششة العزام والإصابة بالتسوس الأسنان علاج نقص فيتامين دال تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين دال اللجوء إلى التعرض لأشعة الشمس الصحية تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين دال وهذا كل ما كان لدينا اليوم وشكرا على حسن المتابعة ونتمنى لكم مزيد من الصحة والعافية ونتقابل في معلومة جديدة وفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته